لقيت وكالة الانباء وكالة الانباء رويترز العريقة العظيمة بتقول ايه عملت خبر واحد من كل 119 صفحة اشادة بالقصة النجاح خدوا صفحة واحدة بس وقالوا ان البنك الدولي صدر اصدر تقريره يوم لاثنين اللي هو النهاردة يعني وان القطاع الخاص في مصر ممنوع من الاطلاع بدور اكبر في الاقتصاد القطاع الخاص ايه؟ ممنوع طيب رويترز بتقول خادر كده من دماغه كده الراجل المحرر قال القطاع الخاص في مصر ممنوع من الاطلاع بدور اكبر في الاقتصاد على الرغم من الاصلاحات الاقتصادية الكلية الجسيمة على مدى السنوات الاربع الماضية وهناك حاجة الى مساعدة الحكومة له القطاع الخاص ممنوع وفقا لرويترز الاصل تاع البنك الدولي بين ايدي اهو قدام حضراتكم اهو اللي هو صورته موجودة على السكرين بيقول قصة نجاح في تحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكل واستجابة متواضعة من القطاع الخاص القطاع الخاص اللي استجابته متواضعة مش ممنوعة هم خلوها ممنوعة رويترز خلوها ممنوعة انا بسأل بهدوء شديد وبقول يا مصريين يا خلوهو يا ناس هل هذاليق يا الهيئة العامة للاستعلامات ابعتوا لي الجماعة بتقول وكالة رويترز اقول لهم يا وكالة رويترز احترموا نفسكم خلوا عندكم شوية دم مهني خلوا عندكم شوية موضوعية يا اخي الا تخجلون انا بكلموا عملا صوت وسرخ الناس دي صدانة الناس دي لغاية بالناس تقولك الرجل ده تجنن هو مضوش حد معاك يا سيدي انا اجيبي من عندي قادي البيان اهو قادي التقرير قدام حضراتكم قروه خشوا شوفوه كل الناس تخش على جوجل شوف خلق الاسواق في مصر قادي التقرير اهو 129 صفحة انا بقول لكم انا عملا قرا في التقرير اول حاجة اهو في الفهرس في الفهرس يا جماعة اهو قصة نجاح في تحقيق الاستقرار في الاقتصادي كل واستجابة متواضعة من القطاع الخاص ده التقرير نفسه مستخدم الالفاظ دي على فكرة مش انا اللي مترجمه هو مترجم اللغة العربية استجابة متواضعة من القطاع الخاص ده مين اللي بيقول ده البنك الدولي رويترز بتقول رويترز بتقول القطاع الخاص ممنوع القطاع الخاص في مصر ممنوع هنا بتقول انه في حاجة الى مزيد من الاجراءات المشجعة هنا بيقول لك ممنوع ممنوع يعني هل هذا تقرير يليق باكالة زي رويترز طب تقول لي هو وكالة رويترز حتى كفت مخلي لا ده شغال واحد فيها اصلا بالتأكيد له اتجاهات بالتأكيد هو نأة عامل زي الراجل بيخش الجنينة فيها ورود وظهور وفيها فاكهة وغيره وراح يجيب بحطة شوك ويقول لك قدل اللي في الجنينة مهم الجنينة والله مهم الجنينة والله وهو بيشوها كمان فالراجل دخل قرف 119 صفحة كلهم انجازات وكلهم كلام رائع جدا جدا اقروه يعني انا مش عايز اسوا اقروه الراجل بيحلل بارقام وتقارير واضحة بيقول يا جماعة احنا عندنا في قصة نجاح والقطاع الخاص لم يستجيب بالشكل الكافي هو بيقول هنا بيقول ان القطاع الخاص ممنوع انه يشارك جابها منين ممنوع اتحدى رويترز اتحدى وكالة رويترز وكل الصعفيين والمحررين ورئيس مجلس الادارة بتاعهم انه هو يطلع لكلمة ممنوع من تقرير البنك الدولي اوه التقرير قدامنا اوه كلمة الاقطاع الخاص ممنوع لم ترد ذكرها ولا معناها ولا مراضفها في هذا التقرير فقط يقول ان القطاع الخاص لم يستجيب لانه يشارك بالشكل الكافي والتقرير جاي التقرير موضوعي الحقيقة تقرير البنكي لانه اللي عمل التقرير فني مهني الناس اللي عاملين التقرير اتفقنا مع كله او في الاخر ده حقيقة وكالي ترويترز بقى الناس كلها مش هشوف التقرير التقرير ده مش هنمشي بيه في الصعف والمواقع والفضائيات بيجي بخبر المفروض يقول صدر تقرير يوم الاثنين بيتكلم عن الحالة اقتصاد المصري مشاهد ان فيه انجازات كذا وقال فيه ملاحظات كذا وكذا وكذا يبقى تقرير موضوعي وكالي ترويترز ما عندهاش حد متخصص في الاقتصاد او في المالية او البنوك او الصعرفة يقرى التقرير ويطالق يعمل عرض للتقرير 19 صفحة مفيش حد عنده ضمير مفيش حد عنده اخلاق مهنية مفيش حد عنده شرف مهني طبعا لما يكون وكالة انباء رويترز تقول ان القطاع الخاص في مصر ممنوع من الاطلاع بدور اكبر وفقا للتقرير اللي صدر من البنك الدولي مين اللي هيقرى الرجال اللي عملها هيقروا ايه هيقروا الخبر موجود على رؤية يقول لك رويترز قالت يا بتجدب قالت ان القطاع الخاص ممنوع اهو قدام عينك اهو شوف اهو القطاع الخاص ممنوع من المشاركة مين اللي قال رويترز جابيتم لين من تقرير البنك الدولي ياه لا صحيح طب نرجع لتقرير البنك الدولي لا تقرير البنك الدولي يكذب رويترز تقرير البنك الدولي بيقوله رويترز عيب بيقولهم انتم كذبين انتم مضللين انتم ملكمشي في المهنية مش شغلانتكم وانا بقول الهيئة العامة للاستعلامات عليها ان تصدر بيان بهذه السقطة المهنية لرويترز في تغطيتها للتقرير اللي صدر عن البنك الدولي حول حالة الاقتصاد المصري وبتتهم الاقتصاد المصري والدولة المصرية انها منعت القطاع الخاص من المشاركة على الرغم من انه هناك عشرات النداءات من رئيس الدولة والوزراء المعنيين ورئيس الحكومة اللي قطاع الخاص انه يشتغل وبيشتغل لكن مش بالشكل الكافي المطلوب والدليل الرئيس بيقولهم تعالوا اشتغلوا التقرير بيقول انه هما استجابتهم ضعيفة هنا خلها ممنوعة طب ايه هنسكت طب احنا اناخد كده على طول يعني على دماغنا كده على طول مش ممكن مش ممكن يعني هو هو التقرير اهو قدام حضراتكم بيقول انه انه القطاع الخاص عايز مزيد من المساعدة مزيد من المساعدة ده التقرير بالانجليزي في العرب يقال لك القطاع الخاص ممنوع ايه يا جماعة ايه يا جماعة ايه دي مش سرقة مهنية دي ده فعلا ده نوع انا مش عايز اقول كلام والله عيب ما يصعش بس ليه ليه المكالة بتعمل هذا الكلام يعني ابدا من مين المحرر اللي عامل ده ابدا من مين ما اقول ليه طيب طيب هو بيه ليه لمصلحة مين التزوير لمصلحة مين هذا العمل دي ليست مهنية وليست موضوعية وليست بها اي نوع من الاخلاق بيكلمه بيقولوا انه اتفاقية نوفمبر 2016 مع صندوق النقل الدولي فرضت مصر ايضا ضريبة القيمة المضافة بالنسبة الى 14 مئة لغت معظم دعم الطاقة انا مش قادر افهم هل فعلا فيه قسم انا بقول الجماعة بطول الاقتصاد في رويترز بيفهموش حاجة غير مهنيين او مأجورين لان الكلام اللي قالوا رويترز في التغطية او فيه التعليق على هذا التقرير كلها خاطئة 100% وخلينا ننتبه يعني كويس ان احنا منتبهين وبنقول للناس ويا جماعة اي حد له في الاقتصاد او مهتم بالاقتصاد يعمل عرض حقيقي لهذا التقرير وان شاء الله اعمل لكم عرض كامل لي باذن الله في نخصصه وقت يعني يكفي بعد ما خلص قرأته عشان انا قريت الموضوع تمام لكن كمان نشوف تعليقات الصحف الاجنبية على هذا التقرير هنلاها كلها في غير مصلحتنا ورويترز مش متخصة في الاقتصاد زي بلومبرج زي غيره غيره وانبرق عرضت لحضراتكم كم من الشهادات الدولية كلها بتصمي في مصلحة الاقتصاد المصر لكن رويترز تطلع تساطرين ممكن تقلب الدنيا علينا احنا ممكن على فكرة والله انا اطالب الهائل العامة للسلامات برفع دعوة قضائية ضد رويترز الرويترز ده بيصب في غير صالح الاقتصاد المصري وكمان بيعرض المصالح الاقتصادية المصرية للخطر وكمان بيخلق حالة ذهنية خاطئة وباطلة ومضللة عن الاقتصاد المصري والله انا اتهم رويترز بانها بتضر الاقتصاد المصري بمثل هذه التقارير المفبركة وهذه التغطيات غير الحقيقية وغير الامينة تغطية غير امينة من وكالة رويترز لتقرير البنك الدولي الرائع عن الاقتصاد المصري بقول انه معرفش مين لكن انا في تقديري انها الهيئة العامة للاستعلامات يجب ان تستدعي القائمين على رويترز وتسألهم اسئلة واضحة عن ما كتبوا في تقريرهم عن تقرير البنك الدولي وواجههم بالاصل واللي هم كتبوه ولابد من عمل اعتذار لانه هناك ضرر واقع على الاقتصاد او هناك اضرار بتقع على الاقتصاد نتيجة هذه الخرافات الاقتصادية التي تمارسها وكالة رويترز للاخبار